اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في حصتكم دروب الأنامل تكملة لموضوع الحلقة الفارطة اليوم في حلقتنا الرابعة سنتكلم عن التعليم إن التعليم حق دستوري بل هو حق وجدي ربنا قال في آي القرآن وكانت أول آية تنزل على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فهذا الحق تتكفل به الدولة وهو حق للجميع بما فيهم فئة الصم فكيف يمارس هذا الحق وكيف يستفيد هؤلاء الأشخاص الصم من المؤسسات التعليمية وما هي العوائق التي يواجهونها في مختلف مراحل تعليمهم اليوم موضوع اليوم هو العوائق لتعليم صغار الصم فمرحبا بكم معنا في الحصة ومرحبا بضيوفنا الكرام على يميني السيدة بن نور هاجرة تفضلي اسمي بن نور هاجرة ولغة الإشارية هذه على يساري السيدة شملال جازية تفضلي شكرا على الاستضافة اسمي جميلة جازية شملال هذه اللغة الإشارية وعلى يساريها كذلك السيدة طالب حميدة تفضلي عليكم السلام السلام عليكم اسمي طالب حميدة وها هي لغة الإشارية مرحبا بكم بكنا جميعا في هذه الحصة تكملة كما قلت لموضوع الحلقة الفارطة فيما يخص تعليم صغار الصم تكلمنا عن المرحلة بداية من الولادة إلى مرحلة ست سبع سنوات تقريبا وتكلمنا كذلك على تمدرس كل واحدة منكم في المدارس اليوم نريد أن نتعرف ما هي أكبر العوائق التي يواجهها الأطفال الصم هناك عدة طرق لتعليم صغار الصم هناك طريقة كلامية قراءة الشفاء هناك طريقة لغة الإشارية يعني التعليم باللغة الإشارية هناك طريقة التعليم بالسماعات هناك عدة طرق وتكلمنا المرة الفارطة أن الطرق تختلف باختلاف الأطفال الصم ومدى الإعاقة التي لديهم وهذا صحيح فما هي أكبر العوائق التي يواجهها الأطفال الصم تفضلي شكرا فيما يخص المدرسة التحقت بها في سن العادية ومع الأطفال العاديين وتعلمت تدريجيا لكن الأستاذ الذي كان يعلمنا اللغة الإشارية كانت لغة إيمائية وليست لغة إشارية أنت تتكلمني على المدرسة صغار الصم نعم أتكلم عن مدرسة صغار الصم بتليملي نعم يعني الأشخاص الذي كان في القسم حوالي عشر أطفال يعني كحد أقصى كان الأستاذ يعلمنا المواد يعني المواد ليست بلغة إشارية أكاديمية لكن بلغة إشارية بسيطة بإيماءات بسيطة نعم نفس السؤال أول مرة التحقت بالمدرسة أوصلني أبي رحمه الله وجدت الأطفال يعني كان قسم مدمج قسم مدمج لا آه كلهم أطفال اتحقت بتليملي مباشرة إلى مدرسة صغار الصم أول مرة ألتحق بمدرسة فيها هذا الكمل هائل من الأطفال الكل ينظرون إلي أنا يعني جلست وكنت يعني كنت أجلس وكانت الأستاذة تقول بإيماءات أني علي أن أقول كلمة با ورددت عليها بكلمة با وقالت الأستاذة هذه الطفلة إنها يعني ذكية يمكنها البقاء لكن ما كان يعني يضعني في حيرة أن الأطفال ليسوا بنفس السن يعني الأطفال ليسوا بنفس السن كان السن سبع سنوات والأطفال الآخرين سنهم مختلفين ليس كل أطفال لهم نفس السن هناك في نفس القسم لا لا نعم في أقسام مختلفة المشكلة الأكبر أنا بالنسبة للعائق الأكبر أن الأستاذ لم يكن يتواصل معنا بلغة إشارية كان يعني 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 يكتب ثم يقوم بالشرح لكن الشرح لم يكن معمق وكان لدينا كتب يعني أخذوا ما يوجد في الكتاب ويضعوه في الصبورة ويطلبوا مننا أن نكتب ويطلبوا مننا أن نحفظ يعني دون فهم وكانت هذه الطريقة التي كانوا يعلموننا بها دائما نحس أنه كانوا يعني التعليم لم يكن شيئا إيجابي بل كان شيئا سلبي نفس السؤال نعم فيما يخص التحاقي بالمدرسة التحقت بمدرسة صغار السم يعني وتدرجت في الأقسام لكن الطريقة والتعليمية كانت يعني ناقصة جدا يعني حتى التواصل مع الأستاذ لم يكن تواصلا سهل بل كانت بعض الإشارات يعني مختصرة ولم نفهم يعني جيدا الأستاذ المشرف لم يكن أستاذ متقن للغة الإشارية على حسب ما قلت لي يعني قرار الرئيس الجمهورية بإنشاء مدرسة لتكوين الأساتذة المختصين بلغة الإشارة شيئا إيجابي تكلموا عن القرار رئيس الجمهورية حميدة رأي فهمت السؤال نعم عندها حوالي أربع خمس شهور قد نعم قد سمعنا بقرار فتح مدرسة عليا لتكوين الأساتذة المختصين في لغة الإشارة كي يقوموا بتعليم الأطفال الصم يعني دائما كان المشكل هو مشكل التواصلي دائما كان الآباء هم المتهمين في عملية تعليم الأطفال لكن وجود هذه المدرسة سيساعد التعليم يعني هذه النقطة مهمة لمستقبل التعليم للأطفال نعم مهمة جدا نعم جزيا هذه النقطة مهمة جدا لمستقبل الأطفال لأنهم بداية لا يعرفون حقيقة لغة الإشارية كما يقولوا لغة الإشارية الخاصة بهم وبالتالي فإن الأستاذ يعلمهم لغة وهم الإشارية وبالتالي يعلمهم كذلك يعني مقررات تعليمية فهمتي السؤال نعم نعم لما أظن أنه وجود أستاذ مترجم في لغة الإشارة هو شيء إيجابي بالنسبة لي عندما كنت في المدرسة لم أكن أفهم جيدا يعني المقررات الدراسية وحتى يعني مواصلة للتعليم كان هناك يعني قسم نهائي لا يمكن لجميع الصوم أن يلتحقوا بالبكالوريا وبوجود هذه المدرسة يعني سيكون المستوى يرتفع يعني المستوى سيرتفع بالنسبة للأطفال وسيلتحقون بالجامعات ولن تكون يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة يلتحقون بالجامعات بل سيصبحوا أكثر عدد من الأشخاص سيلتحقون بالجامعات نعم الكثير من الصوم يعني الذين دروسون في الأقسام المدمجة يعني يفضلون أن يكون يكونون في أقسام من مدارس أطفال الصوم يعني كي لا يكون هناك يعني عائق لوصولهم ولاستكمال دراستهم إلى غاية الجامعة يعني نحن نتكلم على الجامعة إذا كان إلى تم إنشاء هذه المدرسة العليا فيمكن أن يصبح مستقبلا الأستاذ الصوم هو أستاذ الأطفال الصوم نعم بهذه المدرسة يمكن أن يعني الطلبة أن يلتحقوا بالجامعات ويكون عندهم يعني شهادات عليا ويصبحون أساتذة بدورهم لتعليم الأطفال الصوم يعني ليس هناك فروقات بين الأشخاص اللي يتكلموا الأشخاص الصوم نعم نفس الفكرة نعم حميدة أنا نقول أنه يعني أفضل نموذج هو النموذج الأمريكي يعني هناك مترجمين في جميع القطاعات يعني علينا أن نأخذ بهذا المثال ونعممه في جميع التراب دائما نصطدم بمشاكل وعراقل يعني لا أفهموا لما لدينا نموذج أمريكي ولما لا نقوم بذلك حقيقة استحسمحوك هناك جامعة أمريكية يتكلم بها فقط بلغة الإشارة يعني عند عتبة الباب ليس هناك لغة كلامية فقط لغة إشارية صحيح؟ نعم يتكلمون ويقومون بالإشارة في نفس الوقت فالأشخاص الصوم الذين يقرؤون على الشيفاء يتكلمون والذين يحسنون اللغة الإشارية نتمنى أن تكون هذه أول خطوة بإنشاء المدرسة العليا للأساتدة المكونين في لغة الإشارة من أجل الرفع نعم من أجل الرفع المستوى للأشخاص الصوم وإن شاء الله يصبح كل الأشخاص الصوم بشهادات مختلفة في ميادين مختلفة وكذلك أساتدة في تعليم أطفال الصوم نفس السؤال حقيقة الأطفال الصوم عندما يكون معهم عندما يكون معهم أستاذ لديه يعني تمكن من لغة الإشارية عليه أن يتعلم نفس اللغة الإشارية الجزائرية لأنه كما تعلمون هناك لغة إشارية مختلفة فعلى الأستاذ المشرف على تعليم اللغة الإشارية للأطفال أن يعني يحترم اللغة الإشارية الجزائرية كي تكون نفس يعني التواصل نفس طريقة التواصل لأنه هناك أشخاص حتى المترجمين هناك مترجمين يستعملون اللغة الإشارية يعني العالمية وهذا لا نعم علينا أن نحتفظ أن نحتفظ باللغة الإشارية الجزائرية وتكون مثلا كموروط يعني بين الأجيال جيد يعني نقطة رائعة نعود إلى المدارس المتخصصة يعني كما تكلمنا سابقا وفي الحصة الماضية كذلك تكلمنا على المدارس المختصة لصغار الصن والأقسام المدمجة هناك عدة طرق فما قولكم في الأقسام المدمجة هل هي شيء إيجابي أو سلبي نعم تفضلي أنا مثلا عندي أصدقاء صديقات في المدارس المدمجة يعني لما طرحت لها سؤال قالوا أن الوالدين هم الذين أصروا على ذلك يعني ولما يعني نتواصل معها أظن أنها لغتها الإشارية ضعيفة جدا لأنه يعني الوالدين يظنوا أنه هي أحسن طريقة من أجل أنهم يلتحقوا بركب الأشخاص العاديين يعني والمستوى التحهم لكن عندما التحقت بمدرسة صغار السم أحست أن اللغة الإشارية هي التي تساعدها في التعلم أكثر من شيء آخر وهو الأسهل لبلوغ المعلومة ولبلوغ كل ما تفترضه المواد وكل شيء فالأشخاص فالأشخاص السم عندما يكونون في أقسام مدمجة يحسون بكفت أعلم أن الأطفال صحيح ما تقولين الأطفال في الأقسام المدمجة يحسون بالكب لأنه لا أحد يتكلم معهم لا أحد يتواصل معهم الكل يتكلم بطلاقة لكن هو كأنه يحس نفسه معزول ليس كذلك نعم أعلم أن الموضوع مهم وكل واحدة فيكم تريد أن تقول تدلوا بدلويها نعم في المدرسة في مدرسة تليملي كانت المدرسة بها أقسام كثيرة وأصبح الآن عدد الأقسام التي فيها فقط الأطفال السم يعني متناقص لأنه فتحوا أقسام مدمجة ولا أفهم هذا الاختيار يعني إذا كان الأطفال تقيقة أكمل الترجمة يعني إذا كان الأطفال أنت تقولي إذا كان الأطفال يريدون أن يكون في أقسام مدمجة عليهم بعمل زراعة القوقعة نعم أظن ذلك لأن هذا اختيار الوالدين يريدون أن يصبح أطفالهم دوي إعاقة سمعية أن يسمعوا فلما هذا التناقص في عدد الأقسام الخاصة بالأطفال السم نعم ماذا كنت تريدين القول جزيلا فيما يخص الأقسام المدمجة أكثر يعني الملتحقين هم أطفال يسمعون ولكن عفوا عفوا يمكنك الإعادة فيما يخص نعم فيما يخص الأقسام التي فيها الأطفال نعم الأطفال السامعين والأطفال السم عندما يلتحقون بها فإن الأطفال السم سنجد عندهم تأخر في التعلم لكن الحذر من القوقعة لأن القوقعة لن تساهم كثيرا في تعلم الأطفال قلتم أشياء مهمة خاصة سيدتي قلت أن الأطفال لكي يتعلموا مثلا المقرارات الدراسية فاللغة الإشارية هي الأهم وليس القوقعة ولا حتى السماعات نعم لماذا القوقعة ليست مهمة لأن القوقعة مثل السماعة يعني نفس الشيء لما عمل القوقعة والجراحة تقيلة يعني السماعة يمكن أن تكون محلها ويمكن كذلك أن ينزعها ويتعلم اللغة الإشارية وحتى أن الطفل عندما يكون يعني هناك أطفال يعني في أقسام يقومون الأساتذة يقومون باختيار الأحسن ويتركون الآخرين الذين لهم يعني صعوبات في التعلم يتركونهم ويعزلونهم فهذه أخطاء يقوم بها الأساتذة حتى وإن كان هناك يعني آليات للتعليم كالسماعة بعدة مخارج وكل شيء لكن الطفل يحب أن يرى بعينه يعني يتعلم بعينه أكثر من أذنه يعني هو لا يفهم عندما يقوم الأستاذ بالتكلم بصورة سريعة لكن إذا تكلم ببطء وتعامل معه فإنه يمكنه أن يتطور ويتعلم فإعاقته سمعية حتى أنه يمكنه أن يكتب ويتواصل معه كتابيا وأضيف أن القوقعة هناك نعم موضوع القوقعة أعلموا أنه موضوع يعني يثير عدة كيش يقولوا يعني نقاشات بين الأشخاص الصم والأشخاص الذين قاموا بالقوقعة هذا موضوع سيكون في حصة ما إن شاء الله لكنه موضوع مهم حبيت حبيت نضيف حبيت تضيف حاجة نعم الكل يظن أن الأطفال أن الأطفال الصم ليست لديهم دراية بالكتابة أو بالتعليم لأنني تعلمت يعني اللغة الإشارية واللغة الكتابية يعني أنا عندي لغتين عندما أكون مثلا في الحافلة وأقوم بإرسال يعني رسائل نصية يعني الأشخاص يظن أني لا أعرف الكتابة يقول كيف أنت تتمكنين من الكتابة يقول ما قد تعلمت يعني هناك نقص الإعلام يظن الجميع أن الأشخاص الصم لا يمكنهم الكتابة ولا القراءة بل فقط الإشارة والصراخ وهذا نقص في التعليم جيد يعني سؤالي بخصوص الأساتذة الذين يعملون في المدرسة صغار الصم هل هم من قبل متمرسين في لغة الإشارية لا ليسوا متمرسين في لغة الإشارية لاحظت أن الأساتذة يعني يقومون بإشارات غير موجودة ويقول أني أنا المدرس وأنا أفرض عليكم لغتي التي أعرفها عليه أن يعرف اللغة الإشارية والتي تكون كي يتعلم الطفل والتي تكون اللغة الإشارية المستعملة في الوطن فمشكل الأستاذ الذي لا يعرف اللغة الإشارية مشكل كبير يعني يعطينا الحرية أن نتعلم كما نحب وما يعلم لا يقوم بتعليمنا اللغة الصحيحة هل صحيح أن الأساتذة لا يستعملون اللغة الإشارية في القسم بل يفضلون استعمال اللغة الكلامية هل صحيح حتى اللغة الكلامية فهي غير متوازية وغير يعني غير متوازية مع اللغة الإشارية حتى اللغة الكلامية فهو لا يستعملون هم يتكلمون نعم لكن أفضل أن يستعملوا اللغة الإشارية الأكاديمية كي يسهل التعليم يعني نتعلم في المدرسة يعني حتى المختعنا لا يستوعب نتعلم لغة إشارية غير موجودة ثم نخرج إلى الشارع ونتعلم لغة إشارية يعني هناك الكثير من الأطفال الصم قد تركوا المدرسة مثلا يعني الأطفال يظن الأستاذ يفرض على الطفل أنه يتعلم في البيت ولا يقوم بتدريسه حقيقة نفس الموضوع على الأساتذة يعني ليس كل الأساتذة يعرفون اللغة الإشارية هناك من يستعملوا اللغة الإشارية الإنجليزية هناك مثلا في الرياضيات مثلا يستعمل لغة يعني مختلفة أنا أظن أنه لا عليها أن يعتمد على اللغة الإشارية المعترفة في الجزائر للتعليم تكلمتي على الرياضيات أعلموا أن الأطفال الصم والصم بصورة عامة هم أشخاص يعني يحبون بعض المواد لكن خاصة الرياضيات هل صحيح؟ نعم الأطفال الصم يفهمون الأرقام بصورة عجيبة دائما يعني يحبون تلقي المعلومة فيما يخص الرياضيات لأنها سهلة ومعلومة مرئية أما اللغات والعربية والمواد الأخرى الأدبية فهي صعبة لنا فإننا لا نستوعبها لكن الأرقام فهي سهلة لأننا نراها وحتى الإعلام الآلي فهي مجالات أين الطفل الأصم يكون متفورة نفس السؤال لاحظت أن الأشخاص الصم يحبون الرياضيات لأنها سهلة بالأيادي يمكن أن تقول واحد زائد واحد يسوي اثنان لكن فيما يخص المواد الأدبية فهناك فلسفة كبيرة وعليه الشرح كبير لكن الرياضيات فهي سهلة فنحن متفوقون جدا في الرياضيات نعم كما قالت زميلتي ليس لدي إضافة في الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية قمنا بروبورتاج فيما يخص ثلاث صم تحصلوا على الليصانس فيما يخص لصانس محاسبة مالية يعني هذا دليل أن الأشخاص الصم نعم حقيقة الأطفال يعني هذه الأشخاص اللي نعرفهم تحصلوا على شهادة ومثلا أنا أعمل في الإعلام الآلي هناك الكثير من الصم يعلمون في الإعلام الآلي هناك من الصم من يعرفون اللغة الأدبية لكن هذا يعني يكون دافع شخصي نعم في الجزائر هناك الكثير من الأشخاص نعم نقطة جيدة هناك الكثير من المترجمين لكن في الولايات الأخرى اللغة الإشارية نقصة والأكاديمية الأكاديمية نقصة علينا أن نقوم بتعليم الأساتدة لغة الإشارية كي تعمى المعلومة ولتكون نفس اللغة الإشارية دائما نرجع إلى قرار إنشاء المدرسة العليا أنه قرار صائب على كل الولايات 58 نعم 40 فيت لا لا 50 فيت نعم نعم نفس الولايات عليهم أن يكون لديهم أكاديمية واحدة تربطهم وتكون أكاديميات ولائية ليكون المستوى نفسه واللغة الإشارية نفسها وتكون نفس اللغة كي يتخرج الجميع من نفس الأكاديمية ويذهب إلى كل الولايات بنفس الرصيد المعرفي نعم أنا أوافقها الرأي فالمدرسة التي كنت فيها في الجزائر مثلا هناك لغات مدارس أخرى في وهران في ولاية أخرى ليست نفس اللغة الإشارية لأن الأساتدة يقومون باختراع لغة إشارية وبالتالي فتصبح اللغة الإشارية الجزائرية مختلفة من مكان إلى آخر وهذا مشكل كبير نعم وعلينا تعميم اللغة الإشارية حتى تكون نفسها في الجزائر وباقتراح أن تكون أكاديمية هنا في الجزائر ويتخرج الأساتدة من مختلف الولايات لتقديمها إلى ولاياتهم بنفس اللغة الإشارية موضوع شيق جدا نفس الموضوع فيما يخص المدرسة وتعدد الوسائل البيداغوجية ما هي السلبيات المدرسة مدرسة صغار الصم ما هي السلبيات مثلا المدرسة القسم المدمج فهناك طفل يلتقي بأطفال آخرين يسمعون ويحاول التواصل معهم ولا يكون منعزل من المجتمع لكن في مدرسة صغار الصم فالطفل كأنه معزول من المجتمع هل فهمتم؟ معزول من المجتمع مثلا الطفل لما يكون في المدرسة صغار الصم فهو يتواصل مع أطفال صم مثله لكن عندما يخرجوا إلى الشارع فيلتقي بأطفال يسمعون فلن يكون مدمج نعم توافقون أن يرأي نعم هذا مشكل في القسم المدمج فالطفل يكون مع الأطفال الآخرين لكن مشكل السلبي الموجود فإنه يمنعونه من اللغة الإشارية يمنعونه من الكلام لأنه كلام غير مفهوم فهو يحس أنه مكبوت في الأقسام المدمجة لا يفهم أن هذه مدرسة صغار الصم وهو في قسم المدمج وهو حقيقة يشعر بالكبت لأنه مثلا عندما تكون الأضواء منطفية في القسم ويحس أنه في ظلمة ولا يمكنه التواصل فهو يفرح عندما يخرج إلى الساحة ويتكلم مع أطفال آخرين مثله الصم فهو يحس أنه يعيش فكما الأطفال الصغار يتكلمون فيما بينهم الأطفال الذين يستمعون يتكلمون فيما بينهم ولديهم الحرية في التكلم فلما يقومون بعدم تركنا نتكلم بلغة إشارية وهذا مشكل كبير نكبر بهذا الكبت هذا يسمى كبت نعم حميدة تفضلي فيما يخص عندما ألتقي بالأطفال الصم عندما كنت صغيرة فأنا أفرح لأن نفس الأفكار نفس المشاكل ولكن عندما أكون مع الأطفال في القسم المدمج فأحس نفسي أنني معزولة وعندما أطلب منهم ما يتكلمون يقولون انتظري لكني أطلب منهم ماذا يقولون فلا يجيبونني ويتركونني على الهامش فمثلا عندما نحن نتكلم مع الأشخاص الصم فإن المعلومات تكون كبيرة عكس عندما يكون الأطفال مثلا أو في المنزل عندما يتكلمون كلاما طويلا أحس أنها عدة معلومات فإنهم يعطونني فقط معلومة واحدة وكأنها مختصرة وبالتالي فأنا بسبب تلك الأشياء فأنا أبحث عن المعلومة عن طريق وسائل التواصل ولا أتحدث كثيرا مع الأشخاص المستمعين لأنهم لا يتكلمون معي بقدر ما يتكلمون فيما بينهم نفس في المدرسة صغار في تلملي وبالنسبة عفوا قلت الجامعة مثلا في المدرسة هناك مدرسة في براقي مدرسة في تلملي لا أتفهم لماذا نزع تلك المدرسة لبناء ذلك المكان والصرح يعني إحنا بحاجة إلى إضافة مدارس علينا أن نضيف مدارس أخرى من أجل يعني تعبئة جميع يعني من أجل استقبال عفوا جميع الأطفال الصم فهي غير غير كافية لجمع كل الأطفال الصم أفهم ذلك الآن سنشاهد روبرتاج من إعداد الزميلة إيمان أكسيل نشاهد ونعود التمدرس لدى صغار الصم شكل من أشكال التعايش مع الإعاقة السمعية لكن حتى يستطيع التلميذ الأصم وكبة التحصيل الدراسي لابد له من توفر عدة شروط في المعلم الخاص والمنهج الدراسي المخصص له والذي يجب أن يتماشى مع إعاقته السمعية مع مراعاة حاجز اللغة يعاني هؤلاء الأطفال يعني من صعوبة هذه البرامج التي يتلقونها في المدارس العمومية وهي صعوبة المناهج والمواد التي يدرسونها بحيث هي برامج ومناهج موجهة لأطفال طبيعيين ذوي ذكاء طبيعي لكن تختلف القدرات الطبيعية لهؤلاء الأطفال الصم بدرجة السن وبالقدرات العقلية وبدرجة التأهيل الأرطفوني أو المبكر الذين تلقوه بحيث يجدون صعوبة كبيرة في تلقي هذه البرامج المختص الأرطفوني ضرورة حتمية في كل قسم خاص أو مدمج لتركيز الاهتمام بالطفل الأصم وتحصيله الدراسي ومساعدته على كسر الحواجز الاجتماعية والدراسية في مرحلة الطفولة المبكرة يكون اضطراب في السلوك من طرف الطفل يعني قد نجد هناك فرط في الحركة أو العكس البطء في الحركة نجد اضطرابات سلوكية نجد أيضا خوف وبكاء مستمر عند حضوره للعيادة الأرطفونية وخاصة في الحصة الأولى حيث يعاني الطفل الأصم من خوف كبير وخوفه من التواصل مع العالم الخارجي وبعد ذلك يألف الطفل التأهيل أو الحضور إلى العيادة وذلك بمعرفة المختص الأرطفوني في التعامل معه مستمية الأشياء المجردة لا يفهمها مثل الحزن والفرح والعصر الواسط هذه المصطلحات خاصة المصطلحات المجردة ستكون صعوبة في الفهم الطفل الأصم وستكون عنده صعوبة يترتب عليها صعوبة في فهم المصطلحات الأكاديمية في البرامج العلمية المتلقات مما يؤدي إلى صعوبة في التمدرس وفي مواصلة الدراسة وأيضا يؤدي به إلى رسوب مدرسي وإلى التوقف عن الدراسة في مرحلة ما أكيد ما تكون عنده الفرصة مثل الأطفال الآخرين في تلقي التعليم التعليم حق يكفله الدستور لكل طفل جزائري مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع إلا أن ندرة الأقسام الخاصة مع صعوبة المناهج الدراسية وغياب المختصين داخل الأقسام التعليمية من بين أهم العوائق الموجودة على أرض الواقع فيترى ما مدى تأثير غياب هذه العوامل على بيئة الطفل الأصم وتحصيله الدراسي رأينا الروبورتاج وقمت بالترجمة ما رأيكم في هذا الروبورتاج؟ ما قولكم؟ حقيقة أتذكر عندما كنت في المدرسة في مدرسة صغار الصم لم يكن هناك مشكل لأن كل الأطفال الصم وحتى الأستاذ كان قد تعلم قليلاً لغة الإشارية وأتذكر وليس ولدي ذكريات جيدة حقيقة لم تكن لغة إشارية جيدة لكن الآن ألاحظ أن في المدرسة مدرسة صغار الصم هناك العكس هناك عدة أقسام مدمجة لكن تناقص عدد الأقسام الخاصة بالأطفال الصم لا أفهم هذا المشكل هي مدرسة مسمات مدرسة صغار الصم على كل الأقسام أن تكون للصم وليس من السهل كما قالت في الرابورتاج اكتساب التعليم بنفس الصورة فهم يحتاجون إلى أساتذة متمكنين كي يقومون بالتحصيل العلمي المناسب مثلاً أنا أستاذت لغة إشارة للأشخاص العاديين جامعيين فأنا أعلمهم لغة الإشارة فأنا أفضل أن أعلم اللغة الإشارية للأشخاص للأساتذة الذين سيقومون بتعليم الأطفال الصم اللغة الإشارية والتحصيل العلمي لكن هل لديك لصانس في التدريس؟ نعم توصلت إلى السنة الثالثة تنوي فقط إذا أكملت دراستك كيف يمكنك أن تلتحقي بالمدرسة العليا لتكوين؟ لا لا يمكنني ذلك لأن المشكلة أنه في المدرسة ليس هناك استكمال للتنوي فقد توقفت وقمت بعمل تكوين من أجل التحاق بالعمل والآن تدريسين اللغة الإشارية للأطباء الذين يودون تعلم اللغة الإشارية هناك أشخاص حتى المحامين أو الأرتفونيين يلتحقون لتعلم لغة الإشارية لم ألتقي أيضا بالأرتفونيين لكن هناك أشخاص يريدون تعلم لغة الإشارية كهواية كل واحد ميوله لتعلم لغة الإشارية نفس السؤال فيما يخص الرابورتاج ما قولك جازية؟ ما قالته حميدة إنه شكل جيد لأن الأشخاص يحبون تعلم اللغة الإشارية بسبب أن لديهم ابن أصم أو أحد من العائلة أصم أو أنه دكتور لكن لتعميم المعلومة على الأشخاص الذين يدرسون في المدارس صغر ثم على تعلم اللغة الإشارية جيد نعم تريدين إضافة شيء من فضلكم على كل الأشخاص الذين يودون تعلم اللغة الإشارية والالتحاق بالمراكز ودعم هذه الفئة كي يلتحقوا كذلك بمدارس صغار الصم سؤال هل الطفل الأصم هو يحب الإنعزال أو الأطفال الآخرين هم الذين يعزلونه يعني الطفل في المدرسة عندما يكون في قسم مدمج هو يحب الإنعزال لماذا يحب الإنعزال أو هو يفرد عليه الإنعزال بسبب عدم التواصل ربما مثلا أنا فيما يخص فيما جربته تجربة حياتي فالأستاذ كان يحفزني من أجل أن أتواصل مع أطفال الصم وكان يحفز الأطفال الآخرين كي يقوموا بالتواصل معي وبالتالي فهذا كان يساعدني كثيرا من أجل أن يكون مستوي مثل مستوى الآخرين فالأولياء لم يكنوا على دراية أن يمكنني أن أتواصل مع الأطفال الآخرين فهم كانوا يظنون أن العزلة هي التي ستساعدني نعم حميدة أشكر جزيلا الرئيس عبد المجيد تبون من هذا القرار فيما يخص فتح هذه المدرسة لأن حقيقة عايشنا صعوبات كثيرة من أجل من أجل التعلم والتدريس من أجل أن نرفع المستوى للأطفال الصم نعم تريدين إضافة شيء إنجازية؟ قبل قرار رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون لم تكن هناك هذه المدرسة لكن الآن إن شاء الله سنرى ما ستقوم به هذه المدرسة وما هي النتائج المترتبة عن ذلك أردت أن أسأل سؤال فيما يخص عفوا فيما يخص الأساتذة يعني في المدرسة هم يقومون بمنع الأطفال من التحدث داخل القسم باللغة الإشارية نعم نعم حميدة في القديم كان الأساتذة يعني كبار وصيغة كانوا يتحدثون في الأقسم لكن يعني منذ متى منذ متى يمنعوا يعني الآن قاموا بتفرقة بين الأطفال الصم هي تتكرت السنة 2015 شكرا على 2005 يعني الآن قاموا بتفرقة بين الأقسام للأطفال يعني هناك أطفال لديهم يعني سن متقدمة يقومون بلغة الإشارة لكن الأطفال الذين هم صغار لا يعرفون لغة الإشارية فكانوا في القديم يتعلمونها من أقرانهم الأكبر منهم سنا لكن الآن وبعد تفرقة الأقسام فهم لا يتعلمون اللغة الإشارية يعني حتى اللغة الإشارية عند الأطفال الصم تراجعت نعم سؤالي سؤالي المهم في مدرسة صغار الصم إلى أي مرحلة تدريسية تصلون هل تصلون إلى التنوية هناك على حسب على حسب الأساتذة لا أتكلم مثلا نبدأ من السنة الأولى إلى السنة الخامسة وبعد ذلك تنتقلون إلى هل هناك يعني تلتقلون إلى ثالثة ثانوي في مدرسة صغار الصم نعم أو لا نعم نعم نتذكر أنني مثلا انتحقت 1995 إلى تخرجت إلى سنة 2005 يعني 2006 يعني علي أن أذهب إلى الثانوي في هذا الوقت كان المرحلة المرحلة يعني موجودة المرحلة الابتدائية والتناوي لكن الآن المرحل نقصت لم تكن هنا لا يوجد هناك مرحل يعني متطورة في التعليم لا أفهم لما هذا الشيء يعني هذا نوع من الحرمان للأطفال الصم نعم عندما التحقت بالمدرسة يعني من السنة الأولى إلى السنة الثامنة وبعد ذلك تخرجنا إلى التكوين إلى سن الثامن عشر نعم نعم هناك يعني المرحلة الثانوي لكن ليس في مدرسة صغار السم لكن في مدارس في أقسام مدمجة يعني في المدرسة صغار السم إلى غاية سن 15 فقط سنة لكن بعد ذلك ينتقلون إلى الثانوي إلى مدارس مدمجة يعني في كل مرة يقوم بترحال الطفل الأصم من مركز إلى آخر ولكن الحمد لله على الأقل هناك تكملة نفس سؤال جوابي مثل جواب صديقتي من غير هناك مدارس صغار الصم هل هناك مدارس صغار الصم خاصة أو يعني ليست عمومية خاصة هل هناك آه ليس يعني ليس هناك مدارس ليس هناك مدارس خاصة لكن هناك أشخاص يعني تتكلمي على الأساتدة لم أرى أساتدة يعني أساتدة هناك هناك أساتدة يساعدون ولكن هناك بعض الأساتدة لا يساعدون حقا في تنمية معارف الأطفال للصم كين هناك أساتدة لديهم حس يعني بمساعدة الأشخاص أنا في وقتي كما يتقول في وقتي كان هناك أساتدة يعني يحب يعون الأطفال للصم لكن على حساب وشرا نشوف الآن مع المترجم للقناة